تعرف الديمقراطية إصطلاحاً بأنها نظام الحكم حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب الذي يمارس سلطاته بشكل مباشر أو عن طريق مجموعة من الأشخاص الذين يتم انتخابهم لتمثيل الشعب الاعتماد على العملية انتخابية حرة فهي بالمختصر حكم الأغلبية هذا المعنى بشكل عام متعارف عليه لكن كيف يمكن عكس هذا المصطلح أو هذه الحالة التشاركية على الشركات ومؤسسات العمل هل هو ممكن أصلاً من ناحية المبدأ كونه فيه هناك تراتبية معينة كيف يتم تنفيذه ما إيجابياته ما سلبياته اليوم اختصاص الموارد البشرية دنيا الشريحة سينضم لنا أو انضم إلينا في الأستوديو لأن نتحدث عن هذا الموضوع باستفادة هل من الممكن أن يكون هناك ديمقراطية وتشاركية في أماكن العمل يعني تحت أي بند أو تحت أي مناخ ممكن أن ينفذ هذا الموضوع صباح الخير ستي حقيقة وجود مظاهر للديمقراطية في مكان العمل هو باست براكتس ومارس الفضلة عالمية عم بتكون في عدة أماكن إحدى أبسط أشكالها في الشركات قد تكون مجرد العمل على حوار ديالوج بين المدير أو المعني أو المسؤول والموظفين والموظفات الموجودين في مكان العمل وقد تصل إلى أعلى درجات الديمقراطية وأشكال الديمقراطية حيث حقيقة يقوم الموظفين الموظفات بانتخاب من يقودهم أو من يديرهم ففي عدة أشكال الديمقراطية في أماكن العمل هذا عم مستوى الموارد البشرية هل عم مستوى القطاع الأقسام هل عم مستوى الإدارة العليا ومجالس الإدارات هل هناك نماذج ناجحة حتى في العالم استطاعت أن تمارس الديمقراطية في مكان العمل حقيقة في عدة أماكن تم ممارسة هذا المكان في الهند في عدة شركات قامت على وجود موظفين وموظفات في المساهمة بشكل مباشر في الشركة أو في مكان العمل وهم من يقوموا بانتخاب من يمثلهم وانتخاب إدارتهم في فنلندا موجود هذا المكان في عدة دول أوروبية وإسكندنافية بالخصوص وجود هذا الشكل من أشكال الحكم في الشركات والمؤسسات وإحنا نحكي عنه human centered organization التركيز الأهم هو العامل الإنساني أو البشري ولكن هل كانت له نتائج ملفتة مثلا؟ كل الدرسات تشير أنه الانتاجية تزيد المساهمة في مكان العمل والإخلاص والولاء لمكان العمل يزيد ليش؟ عشانه أنا بنتخب أنا بقرر إيش رح يصير في مكان العمل موجود فيه والدرسات كمان تشير أنه الربحية تزيد في كثير من الأحيان لأن الموظفين الموظفات بيعتبروا هاي مكان عمل إلهم هذا ينتمو إلو فعشان هيك إنتاجيتهم بتزداد والولاء بتزداد والربح بالنهاية يزداد دائما فيه بيكون تخوف إلى حد معين من المدرأ أو أصحاب السلطة أنه عندما تكون أو يكون الحكم بيد الأشخاص أو الأغلبية من الممكن التأثير عليهم بشكل كبير يعني دائما بتحس أنه الجماعة الرفض فيها أسهل من التوافق صحيح؟ يعني مثلا أنت بدك تدخل تقنيات جديدة بتلاقي أنه الرفض دائما والتخوف من أي شيء جديد ممكن أن يكون موجود هناك دائما فكرة من أنه إدخال والتجديد إدخال أشياء جديدة، تقنيات جديدة، تكنولوجيا جديدة من الممكن أن تخلق نوع من التوافق أنه هذه ليس المرحلة المناسبة هناك أصلا إشكالات في بعض الأمور على مستوى مجالس الإدارات يعني تخيل أنه أحيانا الديمقراطية في مجالس الإدارة فقط بيكون فيها مشاكل فكيف من الممكن التحكم بفكرة أن يكون الموظفين هم جزء من اتخاذ القرار في هذه الحالة؟ في علم إدارة التغيير في بعض الأحيان نحن نترجى وجود مقاومة لأن المقاومة الموجودة في تغييرات هذه تؤدي إلى منتج أفضل في أغلب الأحيان فإحنا مرات كثير، أنت حكيت كلمة التحكم مرات المشكلة بطرق الإدارة هي رغبة بالتحكم أكثر من اللازم لأنك في الشركات تجد المدير المستبد أو الذي يرغب بالتحكم لأقصى درجة ممكنة هذا حقيقة يؤثر على المورال، على الموظفين والموظفات على بيئة العمل على الراحة في مكان العمل بطريقة سلبية حتى مثاق الأخلاق الموجودة 100% التحكم مطلوب لكن بحدود أنت لا بدك تتحكم بعملية التغيير أكثر من اللازم بالعكس التغذية الراجعة تحسن في عملية التغيير في كل الأحيان تعرف أستاذ دانييل شريحي ممكن في بداية لقاءنا تحت الهوى كنا عم نتحدث إلى أي مدى وصلت ثقافة الموارد البشرية عندنا في الأردن إلى مستويات لا نقول أنها ترفيهية ولكن أن تكون إلى حد ما عادلة في طريقة أولا في عملية التوظيف ثانيا في إدراك واستنباط المواهب الموجودة عند كل شخص استثمار فيه وكثير من الأمور ما هي الدرجات التي نحتاجها الآن حتى نصل ما بديو لكنه ديمقراطية بهذا الشكل إلى فكرة أن يكون هناك عدالة أنتهي الموارد البشرية واجبها تجاه المؤسسة أو تجاه الأفراد الذين يعملون في المؤسسة حقيقة أنا أعتبر أن الموارد البشرية في بلدنا الحبيب هو لساته emerging science أو علم ينمو يتطور يعني لساتنا إحنا ما وصلنا للمرحلة الممارسات العالمية بتمارسها أتيش إذا بدك تعطينا الليفل معين أعتقد أن إحنا لساتنا ناشئين لساتنا طريق قدامنا طويلة في التطور والاستماع حقيقة لنبض المؤسسات يعني أنت لما يكون في عندك إدارة موارد البشرية متقدمة هي مبنية على الحوار بينك وبين الموظفين والموظفات على عدالة في قيم مهمة جدا على الشفافية مفروضة تكون موجودة من خلال هذه المؤسسات عشان تقيم إدارة موارد البشرية فيها إذا كانت ناشحة أو لا رضا الموظفين والموظفات مربوط تماما بأداء الموارد البشرية فهي ليست فقط موجودة لتطبيق القوانين اللي بحطها الحكم في المؤسسة أو في مكان عمل لكن العمل على تواصل وبناء جسور بينهم بين هدول الموظفين فريق العمل مهمين جدا طيب إذا بدنا نلخص أحيانا المشاكل اللي عم نواجهها في الموارد البشرية في شركاتنا بصورة عامة هل هي بنظرة الموارد البشرية هل هي بنظرة الموارد البشرية إلى دور الموظف هل هي بطريقة تقييمه وبطريقة جلبه إلى المكان المناسب وأن يكون فيه أحسن حال لنقل أم أنه هي أحيانا عقد نفسية معينة تكون عند بعض الأشخاص بسبب تنشئات اجتماعية معينة غير مؤهلين أن نكون بتوازن في مكان العمل فتنعكس الكثير من المشاكل الموجودة عندنا كأشخاص في أماكن العمل إن كان الحكم الزائد إن كان على طريقة التعامل مع الموظفين على البيئات الاجتماعية أو خلينا نحكي البيئات العمل غير المتوازنة وغير السوية أحيانا ممكن نحكي أنه البعض من كل شيء يعني حقيقة أنا إذا بدأ أحكي لك فرضا عن تطبيق مفهوم الديمقراطية في تقييم الأداء الدراسات بتبين أنه إذا الموظفين المجاورين للموظف هم عندهم نظرة لتقييم أداء أفضل بكثير من المدير فتخيلوا ونطبق بعض مبادئ أن يصير فيه نظام 360 درجة للتقييم بدل من أنا المدير أنا البقيم أنا اللي بعرف كل إشي هذا حقيقة وكأنه سلاح يعني هذا حقيقة هذا الفكر عم بيختفي في العالم أنا ما أعتبر حالي أفضل على الإطلاق من أي من الناس اللي بفريق العمل عندي على الإطلاق فيه ناس منهم أذكى مني أشتر مني عندهم قيم مبادئ ممكن تكون مختلفة وأنا بتعلم منها فهذا الفكر أنه أنا المدير أنا اللي بحكم عم بيختفي قليلا وفيه آن أوان ليكون فيه مشاركة في اتخاذ القرارات أكثر من فريق العمل طيب هل الممارسات الفضلة والديمقراطية تكون دائما في بعض القرارات الإلها علاقة بالتجديد ممارسة العمل أم من الممكن أن تكون الديمقراطية في حال الخطأ أو الخسارة أنا بحكي الديمقراطية وأنا ما بحكي بمفهومها الغربي مطلق يعني في عدة أشكال الديمقراطية قد تبدأ من انتخاب لجنة اجتماعية في مكان العمل اللي يقرروا يشاركوا في القرار يعني ليس كل مستويات اتخاذ القرار لا مش كلها لكن بالديمقراطية كمان فيها تحمل المسؤولية أنت لما بتشارك الفريق العمل باتخاذ القرارات هذا يعني أن كل فريق العمل يتحمل مسؤولية الخسارة أو الربح في الحالة الإيجابية وبالتالي يخلق توازن إلى حد ما بين الممارسات الاجتماعية الموجودة داخل بيئة العمل والإحساس فيها وما بين العمل وهيكلية اتخاذ القرار يمكن هنا في توازن طيب أهم ملمح أستاذ دانييل إذا أنا بدي أقيم شركة أو مؤسسة معينة إنها تعيش في بيئة متوازنة وصحية وفيها نوع من الديمقراطية خلينا نقول بما أنه منحكي عن مستويات ناشئة من الموارد البشرية لدينا ما هي أهم الملامح التي تنظر لها كخبر في هذا المجال؟ هذا الصور رائع أبسط أبسط الملامح أنه هل يتم عمل درسات لرضى الموظفين الموظفات؟ هل يتم الاستماع لفريق العمل في اتخاذ القرارات؟ هل فريق العمل مطلع على استراتيجية المؤسسة؟ هل مربوط الربح والخسارة بنظام المكافآت الموجود في هذه الشركات؟ هل يوجد فعليا تشاركية وحوار ما بين كل الأطراف للوصول إلى أفضل النتائج الموجودة للمكان العمل؟ هاي الملامح هي إذا موجودة تعطينا فكرة أنه حقيقة هذا المكان ماشي في الطريق الصحيح يعني هناك مخرجات تظهر على الموظف بشكل أساسي لأنه في كثير من المؤسسات والشركات تستطيع أن تمثل دورها الصحي يعني بمعنى تستمع ولكن هي ليس بحقيقتها تستمع ممكن أنه هي بتمارس كل بايد بوك زي ما بقولوا ولكن في حقيقة الشيء لا تفهم روح الفكرة إلى أي مدى الموارد البشرية يجب أن تفهم روح النظام الداخلي روح القطاع يعني دائما هناك بين السطور أكثر مما هي في السطور في جملة رائعة بتحكي الحرف يقتل أما الروح فيحيي الحرف القانون إحنا ما بنا بس نتمسك فيه لكن روح القوانين الموجودة لازم يكون الجانب الإنساني حقيقة مدمج وجزء من موارد البشرية لازم الموارد البشرية فريقها يكون أول وأخير مجموعة من الناس اللي بيسمعوا له ناس آخرين مش ناس في أماكن أعلى منهم أو أفضل منهم وفي المخرجات بتحكم يعني معدل التقلب الوظيفي هل كثير الناس عم بتركوا مكان العمل إذن هذا تنفيذ ليس حقيقة هل في رضا الموظفين الموظفات هل نتائج المالية تمثل هذه الروح الموجودة في مكان العمل ولا لا من ناحية إيجابية وقيم مؤسسية موجودة شكرا لك دانيال شريحة وللأسف أنه في بعض القطاعات أحيانا لما تكون خدمية غير لما تكون صناعية غير لما تكون تجارية فبالتالي كل قطاع يمكن احتياجاته غير عن الأخرى شكرا لوجودك معنا اليوم دانيال شريحة اقتصاص الموارد البشرية وحلا وسهلا فيك